في الرابع من نوفمبر الجاري استقبلت حكومة شرق ليبيا شخصا يدعى أمادو لامين سانو على أنه وزير الدولة والمستشار الخاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو نشرت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب مراسم استقبال الوزير المكلف من البرلمان عبدالهادي لحويج لأمادو لامين سانو بصفته وزير الدولة والمستشار الخاص لرئيس غينيا بيساو والسافير فوق العادة في مقر الوزارة لمدينة بنغازي المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية بالحكومة المكلفة قال أن اللقاء واتضى العلاقات بين ليبيا وغينيا بيساو أنه جرى خلال اللقاء بحث سوبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين على إثر هذا اللقاء بعثت سفارة ليبيا في حكومة الوحدة الوطنية بجمهورية غينيا بيساو مذكرة احتجاج على إرسال هذا المسؤول لحكومة شرق ليبيا الحكومة المناوئة فأتت المفاجأة لاحقا عندما كشفت وزارة الخارجية في غينيا بيساو أن سيد أمادو ليس له أي صفة بحكومتها ولا برئيسها وأنه في الواقع شخص ينتحل صفة مسؤول رسمي تعليقات كثيرة هل يمكن لمثل هذه الحادثة أن تتم في بلد على مستوى السياسة الخارجية محمد يقول لك كيف وصل ليبيا ومن أي نمثل حدودي اندخل وهل يعقلوا أنه وصل دون ترتيباته من خارجية دولته للدولة المستضيفة إلى آخره من الترتيبات الرسمية كريم كيف تتم الزيارة بدون علم السفارة الليبية في تلك الدول ولماذا لم يحضر سفير تلك الدولة من ترابلوس ويكون في استقباله الضيف رشا قالت أعتقد ليست إلى هذه الدرجة أنا مواطن عادي مستحيل أستقبل أي وفد دون الرجوع إلى الخارجية والتنسيق مع دولة غينيا سلام آخر تغريدة المفروض أنه أي وفد قادم إلى ليبيا يتم التحقق منه قبل وصوله إلى الوفد الرئاسي أي وفد ليبي مغادر يتم حجز الفنادق له والتحقق من خطط سيره واجتماعاته عن طريق الأمن الخارجي ممنوع لإقامة في غير الأماكن المحددة سلفا وزير الخارجية في حكومة شرق ليبيا عبدالهادي لحويج أكد لوسائل إعلام الليبية بعد انتشار الخبر أن المسؤول الغني ليس محتالا وأنه يتوفر على جميع الدلائل التي تثبت توليه منصب وزير الدولة ومستشارا خاص لرئيس غينيا بيساو ترجمة نانسي قنقر